نفذت ألوية العمالقة بالجيش الوطني عملية تمشيط واسعة لعدد من المزارع المحاذية لمنطقة كيلو عشرة بامدرية الحالي شرق محافظة الحديدة حيث تتمركز مليشي الحوثي الانقلابية وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن القوات بقيادة أبو زرع المحرمي عثرت خلال عملية تمشيط على عدد كبير من غذائف الهون عيار مئة وعشرين وغذائف أخرى أخفتها مليشي الحوثي في أنابي بالصرف الصحي ذلك في عدة مواقع عسكرية كانت تتخذها متارس لها وأوضح المركز أن عملية التمشيط التي تمت بدعم واسناد من طيران التحالف العربي أزهمت في تطهير تلك المناطق من مسلح المليشي